السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاءنا طلاب الصف الحادي عشر آداب وإنسانيات في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الرابعة الدرس الأول تحليل الدوالي بيانيا الجزء الأول أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد مجالي ومدى دالة ما الآن يرجى منكم أبناء الأعزاء فتح الكتاب على الصفحة السابعة والأربعون وفقرة نمذج وناقش يرجى منك عزيزي الطالب الآن قراءة الفقرة قراءة صامتة لمدة دقيقة والآن فلنقرأ الفقرة معا يمثل كل جدول أدناه جزءا من دالة هنا لدينا أبناء الأعزاء تحديدا خمس جداول تأملوا جيدا في هذه الجداول تأملوا جيدا تحديدا في قيم X أولا ماذا تلاحظون؟ ممتاز نلاحظ هنا أن قيم X في كل الجداول هي نفسها كما هو مبين أمامكم والآن تأملوا معي في قيم F of X و J of X ماذا تلاحظون أبنائي؟ أحسنتم نلاحظ هنا أن قيم الدالتين F of X و J of X تبين أنهما متناظرتان حول المحور X equals 0 حيث نلاحظ هنا في الجدول الأولي الخاص بالدالة F أن F of negative 2 equals F of 2 equals 1 و F of negative 1 equals F of 1 equals 4 إذن فالدالة F of X متناظرة حول المحور X equals 0 كذلك هنا في الجدول الخاص بالدالة J of X أي الجدول الرابع نلاحظ أبناء الأعزاء أن J of negative 2 equals J of 2 equals 2 و J of negative 1 equals J of 1 equals 1 إذن فالدالة J of X هي أيضا متناظرة حول المحور X equals 0 أبنائي ماذا يمكن أن نلاحظ أيضا في هذه الجداول رائع جدا إذن نلاحظ هنا أن قيم الدالتين G of X و H of X تبدو أنها تتناقص عندما تتزايد قيم X كما هو مبين أمامكم هنا الفرع A عين النقاط لكل دالة في المستوى الإحداثي أذكر ما تعرفه عن كل دالة والآن أبناء الأعزاء سوف نبدأ بالحل أولا من خلال تعيين النقاط الخاصة بالدالة F of X حيث قمنا أبنائي بتعيين النقطة الأولى ذات الإحداثيين negative 2 1 فالنقطة الثانية ذات الإحداثيين negative 1 4 فالثالثة ذات الإحداثيين 0 5 فالرابعة ذات الإحداثيين 1 4 ثم الخامسة ذات الإحداثيين 2 1 ثم ومن خلال الاستعانة بهذه النقاط قمنا بتمثيل الدالة F of X بيانيا نمر الآن للدالة J of X هنا أيضا أبنائي وكخطوة أولى قمنا بتعيين النقاط انطلاقا من الجدول حيث عيننا أولا النقطة ذات الإحداثيين negative 2 2 هنا باللون الأزرق ثم النقطة ذات الإحداثيين negative 1 1 فالنقطة ذات الإحداثيين 0 0 0 ثم النقطة ذات الإحداثيين 1 1 فالنقطة ذات الإحداثيين 2 2 ثم وبالاستعانة بهذه النقاط والممثلة هنا تحديدا أمامكم باللون الأزرق قمنا أبناء الأعزاء بتمثيل الدالة J of X نمر الآن للدالة J of X أيضا هنا أعزاء الطلاب قمنا بالاستعانة بهذا الجدول حيث قمنا أولا بتمثيل النقطة ذات الإحداثيين negative 2 20 فالنقطة ذات الإحداثيين negative 1 10 فهكذا ثم وبالاستعانة بها قمنا بتمثيل الدالة بيانيا نمر الآن للدالة J of X حيث هنا أيضا قمنا بتمثيل النقاط كخطوة أولى أي النقطة ذات الإحداثيين negative 2 11 فالنقطة الثانية ذات الإحداثيين negative 1 8 وهكذا ثم وبالاستعانة بهذه النقاط قمنا بتمثيل الدالة J of X بيانيا الآن مع الدالة K of X هنا أيضا قمنا كخطوة أولى بتمثيل النقاط بيانيا أي النقطة الأولى هنا ذات الإحداثيين negative 2 21 فالنقطة الثانية ذات الإحداثيين negative 1 11 وهكذا ثم وبالاستعانة بهذه النقاط مثلنا الدالة K of X بيانيا الآن أعزائي الطلاب ماذا نلاحظ هنا في التمثيلات البيانية لهذه الدوال أحسنتم ممتاز جدا إذن نلاحظ هنا أن الدالة F تبدو تربيعية ماذا لاحظتم أيضا؟ بالفعل نلاحظ أيضا أن الدالة J تبدو دالة قيمة مطلقة أما الدالة K فتبدو هي الأخرى دالة تربيعية الآن ماذا لاحظتم عن الدالة H أحسنتم تبدو أنها دالة خطية وماذا عن الدالة G of X رائع نلاحظ أن هذه الدالة تبدو أسية الفرعبي ابحث عن العلاقات أي من هذه الدوال مرتبطة بعضها ببعض وضح إجابتك أعزاء الطلاب ما وجه الشبه والاختلاف بين التمثيلات البيانية لهذه الدوال تأملوا جيدا أحسنتم ممتاز جدا نلاحظ هنا أن الدالتان F و K هما الأكثر ارتباطا حيث أنهم الدالتان الوحيدتان التي لهم شكل دالة تربيعية والآن مع السؤال الأساس ماذا يمكن أن تعرف عن دالة من خلال تحليل تمثيلها البياني التمثيلات البيانية لثلاث دوال مبينة أدنى أوجد مجال كل دالة ومداها إليكم التمثيل البياني للدالة G of X فالتمثيل البياني للدالة G of X والآن مع الحل أعزائي الطلاب ما مجال الدالة؟ أحسنتم مجال الدالة هو مجموعة قيم X الممكنة أو ما يسمى بقيم المدخلات ماذا عن المدى؟ أحسنتم مدى الدالة هو مجموعة قيم Y الممكنة أو ما يسمى أيضا بقيم المخرجات إذن فلنبدأ الحل مع الدالة G of X أبنائي ما مجال هذه الدالة؟ بالفعل مجال هذه الدالة هو كل مجموعة الأعداد الحقيقية حيث نلاحظ هنا أعزائي الطلاب أن كل القيم على المحور X يقابلها نقاط على منحنة هذه الدالة الآن ما مدى هذه الدالة؟ بالفعل رائع مدى هذه الدالة هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than or equals negative 2 حيث نلاحظ هنا في التمثيل البياني على المحور Y أن جميع القيم Y حيث Y less than or equals negative 2 يقابلها كما تشاهدون أمامكم باللون الأخضر نقاط على التمثيل البياني لهذه الدالة الآن أبناء الأعزاء ماذا لو أردنا أن نحدد المدى من المعادلة؟ تأملوا جيدا هنا نلاحظ أولا أنه X square greater than or equals zero ثم وبضرب الطرفين في negative 1 نجد أن negative X square less than or equals zero ثم وبطرح 2 من الطرفين نستنتج هنا أن negative X square minus 2 less than or equals negative 2 أي أن مدى هذه الدالة كما ذكرنا سابقا هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than or equals negative 2 نمر الآن إلى الدالة H of X ما مجال هذه الدالة؟ ممتاز بالفعل مجال هذه الدالة هو كل الأعداد الحقيقية كما هو مبين أمامكم هنا باللون الأزرق الآن ما مداها؟ أحسنتم بالفعل نلاحظ هنا أن مدى هذه الدالة هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than or equals negative 2 كما هو مبين أمامكم على التمثيل البياني نمر الآن أبناء الأعزاء إلى التمثيل البياني للدالة J of X أعزاء الطلاب ما مجال هذه الدالة؟ ممتاز نلاحظ هنا أيضا أن مجال هذه الدالة هو كل مجموعة الأعداد الحقيقية كما هو مبين أمامكم في التمثيل البياني باللون الأزرق ماذا عن مداها؟ أحسنتم هنا أيضا مدى هذه الدالة هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than negative 2 كما تشاهدون هنا باللون الأزرق نمر الآن أبنائي إلى حاول أن تحل واحد من نفس الصفحة وضح كيف يمكنك تحديد مدى كل من الدالتين H و J من خلال المعادلة التي تعرف كل منهما هنا لدينا الدالة H of X equals negative the absolute value of X minus 2 والدالة J of X equals negative 2 power X minus 2 والآن أعزائي الطلاب يرجى منكم إيقاف الفيديو والمحاولة في حل التدريب والآن عزيزي الطالب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك فلنبدأ أعزائي الطلاب مع الدالة H of X هنا نلاحظ أولا أعزائي الطلاب أن the absolute value of X greater than or equals 0 أي أن negative the absolute value of X less than or equals 0 ثم وبطرح تو من الطرفين نجد أعزائي أن negative the absolute value of X minus 2 less than or equals negative 2 إذن نستنتج هنا أن مدى الدالة هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than or equals negative 2 نمر الآن إلى الدالة J of X هنا نلاحظ أولا أن 2 power X greater than 0 ثم وبضرب الطرفين في negative 1 نجد أن negative 2 power X less than 0 ثم وبطرح تو من الطرفين نجد أن negative 2 power X minus 2 less than negative 2 إذن نستنتج هنا أبنائي أن مدى الدالة J of X هو مجموعة الأعداد Y حيث Y less than negative 2 إلى هنا أعزائي الطلاب ينتهي درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا استفدتم منه وإلى اللقاء بدرس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا